الحقيقة من الأمور المهمة والمشرفة أن احنا في الفترة الأخيرة كلمنا أكتر بمرة مع حضراتكم عن بطولات دولية مختلفة نظمتها مصر إمبارح بالمناسبة كان ختام منافسات البطولة الإفريقية للدراجات طبعاً دي البطولة اللي شارك فيها أكتر من 15 دولة إفريقية هتابع معكم جزء من هذا التقرير ونتعرف أكتر عليها في الدراجات احنا بنعمل سباق الطريق بوصل 140 كيلو عشان نبقى عارفين أكتر من 15 دولة أفريقية موجودة دفعة كبيرة جداً للعالم والأفريقية أنها تكون موجودة في مصر في رياضات متنوعة دي البطولة الخامسة عشر لأفريقية لسباقات الطريق احنا عندنا بطولتين بطولة اللي شايفها دي بطولة الطريق وإن شاء الله أسبوع الجاي هتبقى بطولة المدمار في الساد القائرة نسبة لطولة دي ما انت قلت كده بالزبط أن كان تحدي كبير بالنسبة للكورونا أن الدول تيجي لكن والله هم أفاجئونا أن أكتر من 15 دولة بتشارك معنا والمفاجأ الأكبر أن عدد اللاعبين في الدول فاق كل التوقعات وفاق كل البطولات اللي قبل كانت هو النهاردة بصراحة كان أصعب سبق 140 كيلو في فرج العام بمشاركة طبعا 15 منتخب يعني فيهم محترفين كتير بيلعبوا في فرق عالمية فالحمد لله على قد ما قدرنا ربنا وفقنا في السبق وعملنا علينا والحمد لله يعني ظهرنا بمظهر مشرف الحمد لله لاي البطولة السنة دي أو بسبب كورونا كنا متوقعين يبقى في عدد أقلم الفرق لكن ما شاء الله وصلوا لـ 18 دولة بيشاركوا في البطولة الأفريقية وعداد كبيرة يعني سباء الرجال كان حوالي 82 لعب سباء الناس كان حوالي 32 لعبة بيمثلوا 11 دولة الشباب كان حوالي 8 دول مشاركين ودي عدد كبيرة قوي بالنسبة للبطولة الأفريقية وده فجينا به طبعا عدد كبير من الدول رغم الظروف اللي بتحيط العالم بسبب فيروس كورونا بس كان فيه إقبال كبير قوي من الفرق أنها تحضروا تشارك في مصر هي مشاركة مشرفة جدا خاصة أن الجزائر يعني تحصلت على المرتبة الثانية في ترتيب العام للميضاليات أحرزنا عدة ألقاب أفريقية سواء بالنسبة للشباب وبالنسبة للأكابر الحمد لله كان الأمر صعب خاصا بعد توقف بسبب جائحة كورونا اللي دم أكثر من ساعة أشهر لكن الحمد لله نحكي اتحاد جزائري مع المديرية التقنية قلنا بعمل برنامج تحضيري ثاري بما أن النخبة الوطنية كانت في تربص في تركيا ثلاثة وعشرين يوم قبل البطولة الأفريقية هذا الشيء يساعد على اكتساب ريتم متنافسية والحمد لله تحقق نتاج باهرة عن طريق رياضي الشباب كذلك الحمد لله حقق المرتبة الثانية ميدالية الفيضية والسيبة كان صعب كان في مرتفعات صعبة والحمد لله كان تحضير صعبا مع الكورونا الكورونا وقفنا أكثر من سبعة أشهر والحمد لله كنا حضرنا في تركيا كنا نسيب قو ترجمة نانسي قنقر